السؤال اللي بعد كده بيقول هو قتل النمل المؤذي حرام؟ أعصابي وجعاني منه جامد؟ أنا عجوب على السؤال ده فيه جزءين جزء الأولاني هل قتل النمل المؤذي حرام؟ لا قتل النمل المؤذي مش حرام طيب الحاجة التانية أعصابي بقى وجعاني أعصاب حضردك وجعاكي ليه بقى؟ أعصابي وجعاني أعصابك وجعاكي في بعض الأحيان الأعصابك بتبقى وجعاكي ده لأن احنا عندنا احتياج لدعم نفسي أن كل حاجة بحس أن هي بتقلمني وبتعصبني وبتتعبني وأنا بدخل في حالة صعبة جدا 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 ممكن أكون أنا محتاج دعم نفسي بس هو في الحقيقة لو حاجة بتسأليني أنا شايف أن أنت محتاجة شيء من الاحتواء شيء من الحنان يبعد عنك كل هذا الوجع لأن الإنسان لما بتبقى الأشياء البسيطة دي بتوجعه قوي بيبقى هو محتاج لحد يقف جنبه قوي وعشان كده إيه اللي حاصل لو أنت عندك لو أنت في محيطك حد أب زوج اطلبوا منهم أنهم يعودوا معاك اطلبوا منهم أن أنت تكلميهم اطلبوا منهم أنهم يساعدوك ويكونوا أكثر دعمة لك لأن دوتا يخفف من عليك الوجع قوي ترجمة نانسي قنقر